يعشق في صمت هذا هو رجل العزراء اللي دايما محتاج إلقاء حجر في المياه الراكدة بتاعته هاته الشاي وبين أهلا بألز وأطعم ناس في الدنيا كل عام وأنتم بخير من كامل سلسلة رجال الأبراج مواصفات الست اللي تجنن وتشحتف وتروش رجل برج العزراء التراب الراجل ده تقيل يعني الطبع بتاعه المعروف إنه تقيل أوي أوي وما يحبش يبين ويتبارد هو بيحب يتبارد وهي مش نقصة يعني ما تتباردش هو الموضوع يعني مش محتاج مش مستاهل انت تعب نفسك في الحتة دي وده طبعا بيؤدي لشلل بطيء للست اللي هو شغلها أو في حياته بشكل عام نقدر نقول من الرجال اللي ما بتنجس بسرعة بتاخد الوقت بتاعها والبراح بتاعها وسنين ورا سنين ورا سنين وإحنا نمدح معاه ويحب كده يحب إنه يدرس الأمور على مهل ومن هذا المنطلق طبعا يحب التقيلة طبعا يحب اللي هي خجولة عندها سنة حياة شوية كده لو جارية هاوي لا مع رجل العزراء لا على فكرة لا الخجولة تقيلة الغامضة والزكاة هو رجل زكي بشكل عام هو رجل زكي مش غاب يعني فيحب الزكية واللي ما تسألش كتير إياك وكسرت السؤال مع هذا الرجل أو البهرجة البهرجة في اللبس والأوفر في الميكاب والكلام ده لا ما يحبوش إلا لو لو عزراء مضروب أو بيضحك عليك أنا بنكمل كده اغبطوا اللايك الماتين خلوا نفسنا تتفتح يعني جديدة العند وحب لامتلاك يعني رجل العزراء عنده حب امتلاك فظيع عنيد لما بيعنت في حاجة خلاص بيبقى يعني بلطة رأسه بلطة مفيش منفز ومفيش حل تجاهل اسويت تجاهل بتاع رجل العزراء اسويت ربنا ما يكتبه عليك ولا على حبيبة ليك يعني ولا على عزيزة ليك والأمصة بتاعته سواد رفص عارفين مش 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 بيطعمس بيرفص واخدين بقى لكم انتو لا يعني تجاهل يبقى الموقف قد كده قد كده ما يستهلش ويتلاقي تجاهل شديد زيادة عن اللزوم طبعا ده بيخلي الطرف الآخر بيمل أو بيزهق أو ربما كتير تقولك يعني هي حاجة من الاتنين الست اللي معاها يا إما تكبت فيجي لها السكر والضغط والجلطة بعد الشر يعني يا إما تكبر دماغها وتفشك للموضوع ده فبتبقى بين نارين فعشان تخرجي من المزنق ده يعرف طبعه ورجل متأني ودماغه قنبلة زرية على فكرة ومخطط جيد ويعرف في المشاريع والطموحات والعماير والأبنية والعقارات وكل ما شابه يعني يعرف يخطط كويس ويليق في المناصب الإدارية يعني العزراء مثلا كرجل ما تجيبوش بقى في أماكن شغلة عايزة تنطيته وكلامه وهجس والكلام ده لا هاتوا في مناصب إدارية كده روتينية ده أشبه حد يعني ممكن للتعبير يجيد قوي ويبقى منشاكح قوي ويبقى مبسوط قوي والأنسة اللي معها تلاقي نفسها هي اللي بتتكلم وهو اللي بيسمع قليل الكلام إلا في حالات ندرة حالات ندرة يعني ممكن تشوفيها كل كم سنة مرة مش رومانسي والأنسة لو رومانسية بيتهمها بالتفاه وكده نعمل له يعني هو كده نعمل إيه فالأنسة بقى لو لقت موضوع الرومانسية ده هيفرط منها وحاول تعمل كنترول شوية يعني دي بقى اللي هي حابة تكمل معا اللي مش حابة وخلاص ولا تزعال نفسك لو واحدة ترد تقولي وانا اعمل كل ده عشانه ليه خلاص ياختسبي شوفي لك واحد تاني غير وأنا بقول لو انت عايزة تعرفي ما تخاله منين وتكملي معا زي هو ده طباعه تمام فلما تفهمي ده عنه أكيد هيساعدك هي الفكرة في كده ومش هطول بقى عشان ما تقولوش على يا ريخي بكتبوله رأيكم في الحلقة اغبطوا لايك وعملوا الشير لكل اللي مهتم بعزراء أو في حياته عزراء ما وقعنا روابطنا لايفاتنا كل ده في وصف الفيديو اللي عايز توصل معا استشارة خاصة كل ده برضو في وصف الفيديو الروابط دي أو في التعليقات وكل عام وأنتم بخير